بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية تقدم كراءة مباركة لثور يوسف العنكبوت لعام 1415 للهجرة لترتيل الشيخ محمد بن سليمان المحيسني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن الخصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رأيك على إخوتك فيكيدونك كيدا فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اخرحوا أرضا يخل لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقاه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لكنا تأمنا على يوسف وإنا له لننصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعبه وإنا له لحافظون قال إن لي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن كنه الذئب ونحن عصبة إن نائما لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إلي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبقى وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذن كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميلا والله المستعال والله المستعال على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسموه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخص ذراهب معدادة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمعاته أكرمي مثواه أكرمي مثواه والله عسى أن ينفعنا أو نتخنه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولمعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة هالد الباب قالت 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 ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال ما هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصا وقد من دبر قال قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعلم عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاضين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ فتاها عن نفسا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمرت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهم متكاءا وعادت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقد ضعن أيديهن وقد ضعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك من الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه بستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إليه قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيانه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خمزا تأكون الضير منه نبعنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتأويله إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإصحاق ويعطاب ما كان لنا أن أشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله خير من الله خل واحد القهام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعودوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكن الضير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذك ربي فلبذ بالسدن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبنات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أموت أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أنا أنبعكم بتأويله فأرسلون يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبنات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعنهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فدروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اعتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك قال رجع إلى ربك فاسألهم أبان النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكم إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزيز الآن أصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصدقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرني نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اعطوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن كان يوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائي للأرض إني حفير عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نذيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يذهون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اعطوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنسدين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قنبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له نحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحلين ولولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليهم ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يصير قال لن أرسله معكم حتى تعطوني موثقا من الله لكن لتأتوا مني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقاهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بدي لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا من باب متفرقة ومن أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا بمحيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا ثم ذعس بما كانوا يحملون فلما جهزهم بجهرهم جعل السقايا في رحل أخيه ثم أننا مؤذن أيتها العير إنكم لسارغون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعيري وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارغين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها نوسف في نفسه ولم يبدها له قالوا أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إننا أغل شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه فاخذ أحدنا مكانه إما مراك من المحسنين قال بعاذ الله قال بعاذ الله أن نخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الوالمون فلما السيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أمرح الأرض حتى يأذن لي بي فلن أمرح الأرض حتى يأذن لي بي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسلم صرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتَ عَيْنًا وتولى عنهم وقال يوسف على يوسف وميضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضان وتكون من الهالقين قال إنما أشهر بنتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تدريب عليكم اليوم قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فأنقوه على وجه أبي يعتب صيرا واعتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف ولولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد مصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبواي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبواي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوايه على العرش وخرو له سجادا وقال يا أبتها لا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء غير نوحيه إليك وما كنت لديه إذ أجمعوا أمرهم وهم يمتون وما أكبر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معذرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم وعشرة من عذاب الله أو تأتيهم الساعة وبعدة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداهم الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا لا يرد بعثنا عن القوم المجرمين ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين نصرنا لقد كان في قصصهم عبرة لأن الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ورحمة للمشاهدة